بسم الله الرحمن الرحيم من الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعذب الله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا من ظل لهم يظل الفلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله أما بعد نتكلم عن موضوع خطير جدا انتشر وبخاصة هذا الأمر انتشر بين الأولاد الصغار وهو السحر السحر أكبر بوابة لدعوة الناس إلى الشرك بالله نسى الله عافية والسلام الساحر كافر كفر أكبر بالله وهو عبد عند الشيطان فما العمل وماذا نصنع تجاه هذا الأمر الخطير الذي انتشر بين كثير من الناس نسى الله عافية والسلام حتى أصبح بعض الناس يتكلم عن بعض الأسياء يقول هذا السحر كأن هذا أمر جائز بل هو من الأمور المتفق على جوازها ونحن نعرف أن السحر لا يمكن يتأتى السحر إلى الساحر إلا بالشركة الأكبر فما الحل من هذه الأمور؟ أولا لابد أن ننبه الناس ونحذر الناس من السحر ونعرف أن الساحر كافر كفر أكبر بالله نسى الله عافية والسلام وأنه عبد عند الشيطان كيف نعرف الساحر؟ نعرف الساحر بأمور منها إذا كان يستعمل في الرقية الأمور التي قد سبقت معنا ومرت معنا في الرقية الشرعية إذا كان يستعمل في الرقية يعني يأتي بأسماء لا تعرف أنها لله سبحانه لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة الصحيحة يعتقد دائما الساحر أنه بيده جلب المنافع دفع المظار ولهذا يخوف المريض ويجعل المريض تعلق به ولا يجعل المريض تعلق بالله ونحن قلنا في الشرط جواز الرقية لابد أن تعتقد أن الراقي سبب وليس هو مؤثر بذاته والذي بيده جلب المنافع دفع المظار هو الله فالساحر لا يمكن أن يصور لك هذا الأمر بل يجعلك تتعلق به الرقية لابد أن تكون بالكتاب والسنة فهذا الساحر لا يمكن أن يذكر شيء من الكتاب أو السنة وإن ذكر شيء من الكتاب والسنة قد يذكرها ويضع بعدها بعض الأحرف أحرف مقطع يعني مثلا يكتب الحمد لله رب العالمين سين الرحمن الرحيم كاف ما هذه الحروف المقطعة هذه الحروف المقطعة عند الساحر تعني الكفر بما تقدمني صلى الله عليه وسلم إذن من علامات الساحر كتابة الحروف المقطعة العقد مع النفس يعني يعقد العقد وينفث عليها قال الله سبحانه وتعالى ومن شر النفاثات في العقد النظر في النجوم ينظر في النجوم ويعتقد أن النجوم لها علاقة بالحوادث الأرضية كذلك يضع خطوط على الأرض أو يقرأ ما في الكف أو ما في الفنجان أي الذي يشرف فيه القهوة كذلك يأمر المريض بأشياء محرمة يعني يأمر بعدم الاقتسال بعدم الصلاة بعدم التسميع عند الذبح عند الطعام بل يأمر المريض بترك الطعات أصلا كيف يعافى هذا بترك الطعات نعم يسأل عن اسم الأم أحيانا يطلب مال وأحيانا لا يطلب مال لكن يأتي بأشياء يعجز عنها المريض يقول له لابد حتى نستطيع أن نعالج هذا السحر الذي وقع بك ونزل بك لابد أن تأتي إلينا بفأر أعمى فهذا المريض المسكين يقول أنا ما أستطيع أن أأتي بفأر أصلا كيف أأتي بفأر أعمى فيقول أنا أأتيك به هناك من يأتي به ولكن يأخذ كذا وكذا من المال المهم لابد أن نحذر من هؤلاء أما الأمر الثاني الذي نريد أن نتكلم عنه هو إتيان هؤلاء كيف يكون لأن في القديم كان إتيان السحر أمر صعب جدا أما في هذه الأيام إتيان السحر من أسهل ما يكون صلى الله عليه وسلم يأتيه يجالسه أو يرسل له رسالة أو يدخل على بعض القنوات التي تكون في التلفاز أو في المواقع التي عبر الشبكة الإلكترونية أو يرسل إنسان مثلا فهذا الذي تقدم إتيان السحر سواء أتى بنفسي أو أرسل إنسان أو دخل عبر القنوات أو أرسل رسالة أو مثلا قرأ بعض الكتب قراءة المجلات اليوم الجرائد التي فيها الأبراج يقول مثلا أنت في برج كذا ولدت سيكون لك كذا وتحدث لك كذا وتفقد كذا وكذا وكذا شراء المجلة هذه التي فيها أبراج الشراء محرم وإذا نظر فيها في الأبراج مجرد النظر لا تقبل له صلاة ربعين يوم لو صدق كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قد لا يصدق اليوم لكن يحدث له أشياء بعد أيام يقول نعم هذا الذي قرأت في هذه المجلة أو في هذه الجريدة فلا يمكن أن نشتري هذه الجرائد والمجلات إذا وقع السحر إذا وقع السحر كيف يكون العلاج يكون العلاج بالرقي الشرعية بشروطها التي تقدمت يكون بالدعاء يكون بالأدوة المباحة مثل شرب العسل مثلا أو الحجامة أما أن يعالج السحر بسحر بأن يذهب إلى ساحر آخر فهذا لا يمكن أن يكون لماذا؟ لأن هذا مخالف للكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح وسلف الأمة والعلماء المعتبرين وأيضا هذا فيه تقوية للسحرة وتضعيف للتداوي بالقرآن وفيه أيضا أن المريض الآن عندما يأتي للساحر الثاني حتى يعالجه بالسحر سوف يصنع له سحر جديد فما استفاد شيء استفاد سحر جديد بل ازداد أمر على أمر وسحر على سحر ثم أيضا لا يمكن أن يصنع الساحر الثاني شيء لهذا المريض حتى يتقرب إلى الشيطان بما يحب فيبط العمل على المسحور ويكون بهذا نسل الله على السلام أشرك شرك أكبر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النشرة عليه الصلاة والسلام والنهي يقتضي التحريم فلابد أن نرجع إلى الأمور التي يكون بها علاج ونحن نعرف أن العلاج والتداوب القرآن والتداوب القرآن يقين بإذن الله تعالى أما التداوب بالسحر هذا مظلوم فكيف نترك اليقين ونرجع إلى الظن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي كل مريض والله أعلم صلى الله عن نبيه محمد وآله وصحبه وسلم